نروح بقى مع حضراتكم من كرة اليد إلى دنيا السباحة وبرضو في شوية مستجدات عايزين نعرفها لكم ولازم في البداية نقول مليون مبروك للسباح أحمد حمدي اللي فاس بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمسترز المقامة حاليا في اليابان اللاعب كان شارك في سباق 400 متر وحطم من خلاله الرقم القياسي شهدت كمان المشاركة المصرية في بطولة العالم للمسترز في اليابان تحقيق العديد من الميداليات منها فوز عمر عيد بذهبية سباق 100 متر حرة وشانتال ناصر بذهبية منافسات 100 متر صدر ونبيل إبراهيم المركز الرابع في سباق 50 متر فراشة وأحمد صلاح في المركز السابع في سباق 100 متر صدر فالحقيقة كلها إنجازات تفرح وتشرف جدا من اليوم مبروك لكل سباحينا وسبحات